شفت النقاش اللي صاير حالين في البلاتو هو بده النقاش كان موجود في أوروبا وخاصة في إيطاليا وكان موجود ما بين اليمين واليسار والقوال الاجتماعي النقاش اللي كان موجود داخل الفضاء الأوروبية فيه صحيح فيه الجانب من طالب المقاربات اللي فيها توسكية اللوجستي أو سياسي وكذا لكن المسألة الإنسانية هي اللي كانت تقريباً القاطرة الأساسية للنقاشات داخل الفضاء الأوروبي يعني اللي كنا نسمع فيه من حاتم أو الكلم هذا رو تقال داخل الاتحاد الأوروبي هذاك عليش أنا نعتبر أنه من أكثر الملفات الثقيلة اللي نحن تحملناها هي المسألة الإنسانية نرجم أن تتناقش في معطية تحصائية مثلاً قد ديش دخلوا قد ديش خرجوا المقاربات الأمناية كيفش نتصدقوا للنساء ثم المقاربات السياسية المقاربات المالية تأخذ قروض منح هذا الكل يناقش لكن أثق الحاجة هي المسألة الإنسانية والملف الإنساني اللي كانت إيطاليا تعاني منه بشكل كبير جداً خاصة تدخلات الأمنية في البحر وشنوه كان يصير للمهاجرين خاصة الناس اللي جاي من أفريقيا جنوب الصحراء وبالتالي إذا كانوا نشوفوا نحن المسألة من زاوية ذي شكون الخاصرين؟ أولاً الخاصرين هما المهاجرين اللي جايين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الناس هما خاصرين بأشكال مختلفة أولاً كنت نحكي قبيلة على الاستنزاف اللي صار للدول من الأفريقية اثنين على التمزيق الدول هذية بالحروب بمختلف الاستراتيجيات والمقاربة اللي صارت فيها الثلاثة بتفقير العباد اللي موجودين داخل الدول الأفريقية والناس هذومة اللي نزفوا آلاف الأرواح في البحار الخسر الثاني هي تونس تونس خسرت لأنها تحملت ملف ثقيل جداً صراحة ما هوش ملف تونس هذا ملف الاتحاد الأوروبي تحمل لها نحنا من كل الزوايا وخسرنا فيه الكثير ومؤخراً ولينا حتى نخسره معناها من الأمنيين التوانسة اللي نستتصابوا وحد يتوفى ليرحموا بالتالي النزيف قاعد يكبر بشكل تدريجي للتونس والدول الأفريقية شكونا الرابح الأساسي الرابح الأساسي هي الدول الأوروبية التي أنفقت بعض الأرواح فقط وتخلصت من ملف ثقيل جداً وبالتالي العملية دي يجب مقاربتها من كل الزوايا وخاصة من الزوايا البراجماتية ابتسامة كنا نشوفه نحنا شنو وربحنا وشنو وخسرنا من الملف دي نلقاور وإحنا خسرنا الكثير ونزفنا الكثير وباعتباره نحنا معناش مشروع واضح في الدخول للمسألة دي يمكن أنه نخسره أكثر لأنه نحنا الرؤية متاعنا غير واضحة والمسألة ليست مسألة تونسية خالصة مش نحكيه شوي في المجال دي روطات الفضاء الأوروبي والتحاد الأوروبي مع مسألة الهجرة موجود زادة في ليبيا وما تروح في ليبيا وما تروح مع الجزائر لكن بأقل حد ونشوفه نحنا حتى مستوى التعاطي مع الدول اللي موجودة في الفضاء أوروبي مع الجزائر مختلف مع اللي صايا في تونس لأنه نشوفه حجم كبير من استثمارات موجودة في الجزائر مسألة ما تروحها بشكل مختلف تماما ونرجع للكلام اللي نحكي فيه معزق بيلا يعني حتى الدول الأوروبي وقت اللي يتوقع معنا اتفاقيات تتسبق مسائل كما الطاقة كما الاقتصاد كما الملف الاجتماعي كما المعونات المالية وبعدها تجي تضيي الاتفاقات هذه بملف الهجرة في حين أنه ملف الهجرة هو اللي عنده لولوية بالنسبة لاتحاد الأوروبي ونشوفه نحن الخلاصات اللي لقناها نحن بعد أشهر قليلة من توقيع الاتفاقيات نلقاه الخلاصات الأساسية متعلقة بملف الهجرة لفم تنمية لفم طاقة بديلة لم فم ملف الاجتماع لفم حد شيء كلها واجهة وأكذوبات قاعدين يروضوا فيها اللي حابت نقوله أنه نحن يروجون في الكثير من الأكذوبات اللي نحن للأسف الشديد جزء كبير متوينسى صدقوها لكن الهدف الأساسي بالنسبة ليهم هو ملف الهجرة ولا شيء غير ملف الهجرة بتسير